برحب حضراتكم مرة أخرى وقبل فاصل الكاتب الكبير الأسعاد الحمود الحياة مشكورا وضح لنا الخريطة الخاصة بأزمة الغذاء العالمية إنجاز التعبير خصوصا في ظل نقص الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية في وقت الحرب الروسية الأوكرانية وحتى المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل الدولي ما بترحمش ما زالت الفوائد موجودة حتى على المنح أو القروض الخاصة بالغذاء دلوقتي بعد ما بجد الترقيب بالكاتب الكبير والزعاد الحمودة أهلا وصلا مع ركز عادل السؤال إلى أي مدى الدول مدعوة إلى حلول وطنية حلول داخلية لهذه الأزمة أو ما قد يشابهها في المستقبل كمان الحلول الإقليمية إحنا في محيط عربي ومحيط إفريقي غني بما ورده في الأراضي الزراعية بالمياه بالأيد العاملة بالمحاصيل وتنموها إلى أي ما تحرك شيء في الوقت هو ده وقت الحلول الوطنية والحلول الإقليمية يعني أيضا إنجاز التعامل هو طبعا بالقتل حل الوطني هو أأمن وأضمن حل ويمكن الحقيقة بشكل الحقيقة واضح جدا كان عندنا مناسبتين بيدوا إحساس بالاطمئنان إلى حد كبير هو ما حدث في الحصات في توشكا وأيضا مشروع الدلت الجديد مستقبل مصر مستقبل مصر في الدلت الجديد الحقيقة المشروعات دي مهمة جدا وحتلاقي أهميتهم متنعكس على خصومك في الخارج بالسلب باستمرار يعني كلما اطمئنوا على إنك بتعدي من الأزمة أو بتحاول تعدي من الأزمة أو بتفكر تعدي من الأزمة أو تقدر تعدي من الأزمة بتجد أنه تفتح عليك النيران في موضوعات شديدة الصقف إلى آخر يعني بتجد أنه في محاولة يعني دليل على أنه أنت ماشي دايما في الصح انظر إلى خصمك أو عدوك إذا كان سعيد ولا تعيس نقطة تانية أنت بالقطع لما عملت تعويم في 2016 عملت بنية أساسية للصوامع قدت إلى تخزين أكثر وبنسمى كمان اتمقنيت على الآل لعدة شهور نقطة الثالثة أنك عملت نفس الشيء بالنسبة للأشياء الأخرى الخاصة بالزيوت وخاصة بالبوتجاز يعني عملت بنية تخزينية راقية جدا قدت إلى أنك مطمئن لمدة ما على مستقبل شهور حتى نهاية السنة على التأذير على الآل تقدر تتصرف عندك وقت للمناورة عندك وقت للتصرف عندك وقت للحركة طب ماذا لو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت وما كانش في وقتها لأزمة روسية أوكرانية ولا حتى أزمة التدخل وكنا قطة كورونا يعني وقت كان صعبه برضو طبعا كانت حتى توقع الأمور أحسن لو ما كانش حصل التخزين والمقصود لا بالقاطع يعني يعني مقصود الأزمة الأورانية الأثباتت أن احنا على صواب وأن ما فعلته الحقيقة كان يعني ما كناش متوقعين في أزمة أوكرانية طبعا ما كناش متوقعين في جائحة كورونا كناش متوقعين ذلك لكن كانت الهدف الأساسي من صناعة القرار في مصر أنك تطمئن المصريين على مخزون الأمحة وأنك توفر جزء من الإهدار اللي كان بيتم في الأمحة سواء كان كشفه أو عفونته أو البقرة أو الحيوانات اللي بتاكله إلى آخره يعني يعني كان الهدف مختلف لكنه تلع في النهاية مفيد للظرف أو للظرف الطارئ اللي احنا تعرضنا لهم الحالة الثانية أنك أنت بالفعل توسعت في زراعة الأمحة واعتقد أنه احنا زدنا حوالي مليون طن من السنة للسنة والسنة اللي فاتت زدنا زدنا بين حوالي 500 ألف طن السنة دي زدنا حوالي مليون طن إذن هذه قضية مهمة جدا طبعا قضية الأمن الداخلي أو التصرف أو الاكتفاء الزاتي أو الطريق للاكتفاء الزاتي أو الحل الداخلي أو الحل الزاتي هناك حل ده أيضا هو التحالفات يعني مفروض أنه في دول متحلفة مع بعض سياسيا متعلها مصالح إقليمية مشتركة أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك نوع من التعاون الغذائي في مثل هذه الأمور وأنا بأعتقد أنه مثلا دولة زي الأردن في حاجة إلى دعم ومسندة الدول اللي حواليها لأن ظروفها الاقتصادية يمكن تكون أصعب من أي حد تاني لكن بشكل أو بآخر يمكن أن يكون هناك التعاون الإقليمي هنا ضروري لأنه هناك مصالح سياسية وهناك مصالح استراتيجية وهناك عداء مشتركين وهناك خصوم كارهين وبالتالي لابد أن يكون هناك تحالف هذا التحالف ينتقل من جانب السياسة إلى جانب الغذاء وهذا أمر طبيعي زي الأمس القريب بشراكة مصرية إماراتية أردنية في مجال الصناعة ويحصل لأنه هنا الحقيقة كمان أنت عندك مصر دولة كبيرة ودولة يعني ارتكازة ضخمة جدا في المنطقة العربية ومهما تعرضت لأزى من هنا أو كلمة هناك فالعالم العربي كله موقن بأنه أنت فعلا السقل الأساسي في مركز السقل في المنطقة وأنه أي اهتزاز يحدث لك هيأثر على الكل أضعاف الفيبريشن نفسه أو التداعيات هتكون أسوأ بكتير جدا لا مستسعادل أنا أنا آسف في المحطة لكن في فوائد أموال واستثمارات عربية ربما كانت تذهب إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا أحرك تعلم أكتر مني ده لماذا لا تتحول فوائد الأموال العربية تتحول إلى الاستثمار الغذائي في الانتاج المحاصيل وفي الثروة الحيوانية لعلها تكون دلوقتي أكثر فائدة وأكثر نفع حتى للشعوب العربية ما الذي يمنع هذا التحول ناكس أنت بتكلم مظبوط جدا إحنا عندنا على سبيل المثال السودان سودان دولة فيها كل خيرات العالم ولكنها محتاجة إلى العلم ومحتاجة إلى مشروعات في وقت ملاق وقت كنا بنتكلم على أنه السودان هي سلة الخبز القادم للعالم أنا شفت سودان حتة حتة تقريبا يعني وكنت هتستغرب مثلا وإنت ماشي في منطقة الغرب اللي هي زي النوبة أو في منطقة الجنوب بتجد أنه اللي ما يمكن أن يكون نعمة أصبح نقمة بمعنى في غابات من المانجو مثلا هذه الغابات من المانجو محتاجة طبعا إلى تطعيم إلى خبرات كثيرة جدا ولكن لا أحد يقطف هذا الصمار ولا يحولها إلى صناعة ومن ثم بناجد أنها بتترمي في الأرض بتسقط يعني ثم بتحصل عفونة يعني في مشاكل يعني بدل من أنت مستفيد مما وهبه الله لنا الحقيقة بتدفع عليه أرقام في أنك أنت تجيب تطهير المكان خوفة من الأوبئة وإزالة وتطهير الطرق وفتح الطرق إلى آخره أيضا هتجد حقيقة مصر كانت طول عمرها بتساند فيه صندوق في وزارة الخارجية المصرية بيساند كتير من الدول الأفريقية حتى الدول اللي بيمر بها النهر في أنها تحفر لها أبار وهي بسؤال غريب جدا طب يعني عندهم نهر ونحفر لهم أبار نعم لأنه المسافة اللي بين النهر وبين الحياة مسافة كبيرة جدا محتاجة لكسيبنا المشروعات اللي هي مشروعات الرأي الترع الجانبية إلى آخر مصارف إلى آخر هذا الكلام بل أسهل أنك تحفر له بير في المنطقة اللي عايش فيها عشان يأكل ويشرب من مياه هذا البئر إذن عندي بالقطع عندي أرقام غير طبيعية من الماشية التي ممكن أن تعطيني لحوم ولكن في نفس الوقت نوع العالف الطبيعي الذي يأكل لا يؤدي إلى لحم جيد ومن سمع إحنا محتاجين إلى خبرات في الطب البطري خبرات في الهندسة الوراثية للزراعة خبرات في المشروعات الرأي إلى آخره ولكن السؤال هذا الكلام الحقيقي صد عمر مواجج جديد ده كلام عمره خمسين سنة كلام عمره سبعين سنة طبيعي